تركيا توعدت القوات السورية التي دخلت عفرين لدعم الأكراد بعواقب وخيمة قائلة إنها ستعتبرها أهدافاً مشروعة لضربتها وصول القوات السورية إلى عفرين الكردية وتعرضها لإطلاق نار تركي يشكل تطوراً مهماً سيضيف إلى تعقيدات النزاع الذي تعانيه السورية منذ نحو سبع سنوات وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف وفي خطوة ربما خيبت أمال الجانب التركي الذي كان قد حصل على وعود بتأخير تقدم القوات السورية عاد من جديد ليدعو جميع اللاعبين الخارجيين دون استفنى لسيما الموجودين على الأراضي السورية إلى بدء حوار مع الحكومة السورية واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها